رؤيتين دولا هل في رؤية أخرى تتداخل مع رؤيتين دولا مطروحة في متابعة الانتخابات التركية وإلى أي من الرؤيتين الأستاذ بشير يرى يعني رأيا أثقل أو يعني يرمي إليه في جهة طبعا حرك ما سبت ليش حاجة أقولها يعني تقريبا لخصت الموضوع لخصت المشاهد عشان ننطلق من المشهد للتحليل في عبارات معدودات زي ما حضرتك تفضلت هي انتخابات لانتخاب الرئيس الثالث عشر لتركيا وانتخاب 600 نائب في البرلمان التركي لأن الانتخابات في تركيا بتجرى بالتزامن برلمانية ورئاسية في نفس اليوم هذه الانتخابات مختلفة رغم أنها السادسة عشر التي يخضها الرئيس التركي لأنه على مستوى الرئاسة والبرلمان والاستفتاء على التعديلات الدستورية والمحليات خمستاشر استحقاق انتخابي خضها الرئيس التركي وحزب العدالة وفاز فيها تقريبا لأنه محترف انتخابات ولديه آلة دعائية وانتخابية جبارة كما أنه الان ممسك بمفاصل السلطة القضاء الإعلام القوات المسلحة المنظومة الأمنية برمتها وبالتالي هناك تغلغل ايضا في البيروقراطية والدولة العميقة من قبل رجال حزب العدالة والتنمية فموقفه أكبر وأكثر تأثيرا وثقلا لكن تختلف هذه الانتخابات عن سابقاتها خصوصا على مستوى الرئاسة بأنه أكبر حشد للمعارضة التركية في تاريخها ضد الرئيس أردوجان وتحالفه الحاكم في 2014 بدأت المعارضة أنها تأتلف يعني مش أول مرة المعارضة التركية تأتلف لإسقاط أردوجان في 2014 رشحه أكبر الدين إحسان أغلو اللي كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الوقت ده رغم أنه لا ينتمي لأي من أحزاب المعارضة على الإطلاق اختاروه وده كان مؤشر أنه عجز المعارضة عن تقديمه رشح وفشل الرجل حصل على 33% وفاز أردوجان من الجولة الأولى فعلا زعيلت بشكل شخصي في 2014 مش لأنا ضد أردوجان اللي نجح إن إحسان أغلو كان بعث لي رسالة تهنيئة على روايتي رحلة الدم فطورت الرجل قارئي فشل في الانتخابات هو على فكرة أنا التقيته في تركيا وكان أمين العام المنظمة وجاي يكلمه باللغة الإنجليزية يعني قلت له فرصة عن المعاكلة تتكلم العربية فصيحة للأهرام فبكلمه إنجليزي فبيقول أنت ليه تتكلم إنجليزي انت مش مصري قلت له فقال ليه أنا بعرف عربي وكانت تتكلم بالعربي فكانت مفجأة وملم بالأدب العربي فعلا وعنده خبرة رائعة لكنه طبعا أمام أردوجان مقدرش أنه يعبر في 2018 المعارضة أيضا اقتلفت مجددا ورشحت محرم إنجلي اللي انسحب مبارح من الانتخابات وحصل على 30% وعبر أردوجان من الجولة الأولى المرة الثالثة اللي المعارضة بتحشد لكنه حشد غير مسبوك بالنسبة للمعارضة طاولت الستة واستقطبت أيضا عدد من الأحزاب الصغيرة في مواجهة أردوجان الستة أحزاب الكبيرة الستة أحزاب الكبرى الجديد إنه صانع الملوك أو صانع الرؤساء انحاز إلى المعارضة بدلا من أردوجان وهو حزب الشعوب الديمقراطي حزب الشعوب الديمقراطي يترأس ده حتى الانتخابات الأخيرة كان مع أردوجان لأنه أردوجان وحزب العدالة بدأ مسيرة مصالحة ومفاوضات مع الأكراد سمح لهم بإقامة قناة كردية تدريس دغل كردية في المدارس عمل تنمية في المناطق الكردية أطع أشوات مهمة لحلحلة المسألة الكردية في تركيا بمقاربة تنموية سياسية لم تشهدها تركيا من قبل لكن منذ عام 2016 المحاولة الانقلابية أو قبلها تحديداً 2015 المفاوضات ما بين الدولة التركية وحزب الشعوب الديمقراطي والأكراد تعثرت وتجمدت بسبب العمليات الأردوجان بدأ يعملها في المناطق الكردية في سوريا والعراق تجمدت المفاوضات فانقلب الأكراد على أردوجان في 2016 حبس أردوجان ديمرتاش صلاح الدين ديمرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي واتهموا بأنه بيروج لدعاية إرهابية وإنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني باكاكا اللي هو بيستخدم العنف للاستقلال من أول 1984 ورئيسه عبدالله أجلان المحبوس في جزيرة إمرالي في سجن إمرالي بجزيرة مرمرة طبعاً انقلب الأكراد الأكراد بيشكلوا من 15% ل20% من سكان تركيا ومن 8% إلى 10% من القوة التصويتية التركية سكان تركيا 85% القوة التصويتية 64.5 مليون صوت من 8% إلى 10% منهم الأكراد بيمثلوهم فلما الأكراد ينحازوا طبعاً مع مراعات أردوغان فاز في المعركة الأخيرة بـ 51% في 2014 51.8 من 10% في 2018 52.1 من 10% الاستفتاء 51% بالضبط بـ 58% فارقة فارقة يعني هذه الانتخابات يا أستاذ إبراهيم فيها لاعبون جدد يعني فيها أولاً الأصوات السائلة أو المتحركة الناس اللي ليس لديهم انتماءات حزبية ولا انتماءات أيدولوجية ولم يقرروا حتى اللحظة التي نتحدث فيها الآن لمن يمنحون أصواتهم صحيح دول من 10% إلى 15% وفي تكالب على أصوات هؤلاء دول بيستنوا يشوفوا الاتجاهات التصويتية راح فين استطلاعات الرأي العام راح فين ويمنحوا أصواتهم في هذا الاتجاه المرأة التركية خسر أردوجان دعم المرأة التركية لأنه في 2012 وقع أردوجان على اتفاقية منهضة التمييز ضد المرأة وهي اتفاقية اسطنبول ثم نقصها على عقبيه وخرج من هذه الاتفاقية في 2021 المرأة التركية النهاردة بتسجن المرأة التركية بيتم إقصائها من المناصب المرأة التركية بيتم تعذبها وتعرضها للإضطهاد من قبل نظام أردوجان وبالتالي لم يتبقى له إلا الكتلة التصويتية المصمطة المحسوبة عليه اللي هم المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية أو المتدينين المحافظين في الريف والأندول دول بيصوتوا صم بكم عمي لأردوجان اسماعي بيتم اظنوص